ومع تداول أخبار الزلزال ومستجدات عمليات الإنقاذ وأعداد الضحايا وأخبار الزلازل الجديدة كمان لسا الناس بتدور على النظريات تفسر فيها اللي صار في حلقة أمس ناقشنا بعض النظريات اللي الناس جالسة بتعملها أو على الأقل بتتساءل يعني بتتساءل عنها أو بخصوصها مثل توقف لب الأرض عن الدوران وعلاقته بالزلزال أو تصرفات غريبة لبعض الحيوانات والزلزال أو مرور المذنب الأخضر بالقرب من الأرض لأول مرة من 50 سنة وعلاقته بالزلزال والملفت أنه يعني رغم أنه في علماء كثار بينفوا أي علاقات بين هذه الأمور والزلازل لكن في ناس ثانية شايف العكس تماما وما بتكلم هنا عن ناس عادي يعني بتكلم عن مختصين وخبراء وعلماء وناس دارسة مو ناس بتقول رأيها يعني فمثلا في ناس مصرة أن المذنب له علاقة بالزلزال وبتأكد أنه هو السبب وبتقول كمان أنه هذا تفسير عدد الزلازل الكبيرة اللي صارت وسمعنا عنها من وقت الزلزال المدمر للآن في ناس ثانية شايفة أنه الاحتباس الحراري والتغير المناخل وعلاقة باللي صير وزيادة الزلازل بسبب هذه الأمور تحديدا ولو مع منا شايف الزلازل والكوارث حتزيد أكثر وأكثر خلينا نسمع رأي دكتور ضومة كامل رئيس حزب البيئة العالمي أهلا فيك معنا دكتور ضومة أخليني أهلا أنا لما كنت أتكلم معك قبل الهوى حضرتك مؤمن بنظرية ارتباط المذنب وعلاقته بالزلزال اللي حصل وأنه متسبب مباشرة في هذا الأمر إذا ممكن تشرح لنا هذا الموضوع لأنه مختلف عليه جدا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقدم بأحر التعازي من أهالي الضحايا اللي سقطوا عز ما الله إجرهم وإن شاء الله بتكون نهاية الأحزان على سطح الكوكب ولكن مثل ما كانت عم بحكي اليوم العلماء اللي بيفكروا مصبوط واللي بيبحثوا عنه اللي عندهم بحث تاريخي عن هذا الموضوع بيقدروا يوصلوا يعرفوا الحقيقة أين هي اليوم بدي بلش من التاريخ الصيني والتاريخ الفرسي والتاريخ العربي والتاريخ اللي من 3000 سنة إلى اليوم اللي بينحكى فيه عن ما يعرف بنجم أبو زنب كانوا يقولوا النجم أبو زنب بردو يقطع فيه كانوا عندما بينحكى عن وصول مزنب ما معين على صدق القرب من كوكب الأرض أو المشاهدة بالعين المجردة كانوا يقولوا فورا أنه جاي الزلازل جاي الفيضانات جاي الحروب كانوا خافوا كتير ويرروع ويتجهوا كلهم للصلاوات ولكن اليوم بدي بقول أصحاب العلم بيعرفوا الحقيقة أكتر اليوم نحن أنا شخصيا متأكد من دخول كوكب من دخول المزنب الأخضر حوالي القرب من المجموعة الشمسية وتأثيره الخطير جدا بكل تأكيد نكتب من شهر أو من 25 يوم شو رح تعمل بالأرض يا أيها النجم الأخضر كان جوابه التالي بكل تأكيد زلازل وهالزيت أرضية وفيضانات كيف بس عشان نفهم بس كيف بالضبط؟ الرابط الرابط كل كوكب مهما يكون عنده طاقته الجاذبية عنده طاقته الجاذبية الطاقة الجاذبية اللي بدون يشتغل عليها الجاذبية بين الكواكب إلى دور كتير كبير بحركة الطبقات التكتونية ضمن الكواكب وللشك بتأول أول حدث صار أنه كان فيه تأثير شاب بشكل مباشر على الحركة التكتونية الموجودة يلي قدت إلى زلزال خطير جدا دمر منطقة بشكل كامل اثنين وين صار شو صار يعني بنفسها اليومين يلي ما كانت تأثير فيه ارتباط بالهزات الأرضية والزليز البيئة كان عندنا بروسية زلزال بقوة 5.2 درجات بجزر الكوريان 5.8 درجات بكازخستان 4.7 درجات على الحدود الصينية كمان هزي بقوة 4.5 درجات بكمان بالمتن الشمالي بلبنان في عندنا هزي صارت 3.5 درجات ذكرنا أنه عدد الزلازل كان كبير جدا فأنت معتقد أنه كثرة عدد الزلازل في هذا الوقت تحديدا مرتبطة بمرور المذنب في هذا الوقت تحديدا أنا بسأل قبل بسألوا السؤال التالي خلينا ما نفكر هيك لا من ثلاثة شهر ما كانوا موجودين هاودي عندما صار زلزال تركية وبنفس الثلاثة ايام صاروا هاودي كلهم مع العلم أنه بمنطقة شارك إذا أخذنا زلزال لبنان وزلزال نابلوس لا يرتبطان مطلقا بزلزال تركية من هون ما نكون عرفنا الحقيقة العلمية طيب دكتور أنت تعرف أنه في كثير ناس بيخلفوك في هذه النظرية وبيقولوا أنه ما في شيء أي علمي بيثبت هذا الكلام لا ولا شد نحن عم نحكي علم نحن عم نحكي علم أنه هاد بيقول أنه هاد يستنتجات لا ما أنا استنتجات أبدا يفوتوا يعرفوا يعرفوا درجة طاقة الجاذبية من كل كوكب موجود بدي أعطي شكل واضح لو الأمر عندنا هون الأمر الكوكب الكوكب القريب لألنا لو ما كان عنده الجاذبية شو كانت حياة الأرض أنا بدي أسأل السؤال تلي جاوبون عليه إذا الأمر ما عنده الجاذبية شو حياة الأرض إذا الكواكب الأخرى ما عنده معلومات عن الكواكب ودرجة الجاذبية بكل كوكب وحركة الجاذبية بين الكواكب ما بيقدروا يحكوا بيحدث على هذا المستوى قبل ما ينتهي الوقت بس دكتور كنت حابة أسألك كمان على موضوع التغير المناخي هل في أي رابط بينه وبين ما يحدث الآن من زلازل لا بكل تأكيد لا تغير المناخي شيء آخر تغير المناخي هو يتأثر الكتلة الهوائية بحرارة عالية وبوجود غزية دفيئة بشكل عالي ولكن لا تأثير مطلقا على الزلازل من تغير المناخي طيب الآن حيعدي النيزك أو خلاص عدة هل نتوقع المزيد من الزلازل؟ أو خلاص بما أنه يعني عدة تأثيره رح يدل لأخر الشهر تأثيره على الكوكب رح يدل لأخر الشهر وإن شاء الله ما يكون عندنا درجة زلازل بنسبة عالية جدا تكون درجات بسيطة مثل المصار بنيبلوس مثل المصار بالمتن ومثل المصار على كزاخستان وعلى حدود الصين ومثل المصار بروسية وأماكن أخرى إن شاء الله ما تكون درجة الخطورة أكتر من هيك ولكن بدي حذر وبدي شدد على نقطة كتير مهمة مفروض دول العالم كلها تاخد تاخد القرار السليم جدا وهو نحن مستعدين نقدمه مجانا لكل دول العالم بدراسة جديدة جدا ومعلومات عن كل مدينة درجة الأبنية اللي فيها قد تتحمل هزيت وقد تتحمل درجة خطورتها هل في أبنية تتحمل سبع درجات أو ثمان درجات هزيت أو كل هون بيتحملوا أكثر بس خلينا نقول لك أنه الآن حتى في عاجل موجود على قناة العربية الآن يعني أنه أردوغان أو الرئيس التركي بيقولوا أنه لم يكن ممكن الاستعداد لكارثة بهذه الضخامة فالنوعية الدراسات اللي في تحدث عنها بكل تأكيد مستحيل حضرتك بتخالف لا دراسات اللي بنا نعملها ممكن الاستعداد ممكن نعمل الاستعداد لدراسات شيم اللي مطلق بالمستقبل أنه تكون كل مدننا كل قرانا هي الأبنية الموجودة فيها تتحمل درجة زليز العالي مثل معنا وصلت اليابان اليابان دولة وأمريكا والمتحدة الأمريكية وصلوا لعندهم أبنية تتحمل تتحمل درجات تتحمل زلازل بقوة درجات 9 درجات على مقياس رختر وفي حال وضعت استراتيجية لكل الدول تنفذ الأبنية بنفس المواصفات بنكون نحن أمنا لجيل مستقبلي جيل مستقبلي ما عنده أي خوف من الزلازل القادمة وهذا موضوع لازم يكون على محمل جد ضمن الجامعة الدول العربية وضمن المنطقة العربية من أجل وضع استراتيجيات جديدة من أجل وضع جهوزية جديدة للتعامل للتعامل مع الكويرس أنا بدي أقول أنه اليوم في حال حصل كويرس بمناطق ما معينة ما عندهم الجهوزية ما عندهم خطط المواجهة ما عندهم المعدات المطلوبة وبكل تأكيد رح يدفع الشعب العربي أسمان غالية ولكن بدي شدد على نقطة مجلس تعاون الخليجي عنده جهوزية وعندهم استراتيجية وعندهم عمل جدي جدا نتمنى من دول العربية الأخرى أنه يكون عندها نفس الجهوزية ونفس الاستعداد وبدأت تقدم بالشكر كبير لكل المنطقة العربية اللي بلشت تقدم مساعدات مساعدات للناجين والمساعدات للمناطق المنكوبة هذا التاريخ العربي بيشهد على الكرم وعلى فعل الخير وعلى المحبة والأخوة تحية مني وباسم حزب البيئة العالم وباسمي ألف كلمة شكر طيب نشكرك على هذه المداخلة كان معنا من بيروت دكتور دومة كامل رئيس حزب البيئة العالمي شكرا لك اشتركوا في القناة